في إحدى الأمسيات الهادئة كان الشرطي أحمد يقوم بدورياته المعتادة في أحد الأحياء الهادئة كانت الشمس قد غابت والظلام بدأ يخيم على المدينة لكنه لم يتوقع أن يكون هناك حدث غير عادي ينتظره بينما كان يسير في موقف السيارات الهادئ لاحظ شيئا غير عادي طفلة صغيرة تجلس وحدها على الرصيف اقترب الشرطي أحمد بقلق وكانت الطفلة في سن الثالثات سنوات ترتدي فستانا ملونا ومجموعة من الألوان الزاهية تزين وجهها اقترب منها الشرطي بلطف وسألها مرحبا أين والديك ردت الطفلة بصوت خافت وهي تمسح دموعها مامي ما تبغاني في البيت شعر الشرطي أحمد بالقلق الشديد لماذا تقولين ذلك؟ هل يمكنني مساعدتك؟ أجابت الطفلة أنا ضائعة مامي قالت لي أني لو رحت للبيت رح أبيع وما تبغاني أخذ الشرطي أحمد بيت الطفلة بلطف وقال لا تقلقي أنا هنا لمساعدتك تعينا نتحدث إلى بعض الأشخاص ونتأكد من أنك سوف تكونين في أمان ترجمة نانسي قنقر